السلام عليكم أتمنى أن تكونوا بألف خير اليوم سنحضر فطيرة التفاح بالمقلات ببيضة واحدة فطيرة سهلة سريعة التحضير ستعشقونها بعد تجربتها وأنا متأكدة أنها ستصبح معتمدة لديكم لوجبات الفطور واللمجة رفقوها مع الشاي القهوة أو العصائر مذاقوها لذيذ جداً قواموها هش ومتميز تابعوا معي للتعرف على طريقة التحضير خطوة خطوة سنحتاج لقطعة زبدة ندهن بها المقلات من القعر والجوانب بعدها نضع ورق الطبخ إذا أردنا تأكد من الحصول على اللون ذهبي للفطيرة طبعاً هذه الخطوة اختيارية يمكن أن نستغني عنها إذا كنا متأكدين من استخدام مقلات غير لاصقة ومن النوع الجيد نرش السكر تقريباً ملعقة كبيرة نأخذ حب التفاح ونقوم بتقطيعها بأي شكل نريد يمكنكم تقطيعها بشكل طولي ورصها أو على شكل مربعات لكم الاختيار أنا اخترت تقطيعها على شكل دوائر ولإزالة القلب والبذور استعنت بغطاء قنينة ماء لعدم توفر قطعة صغيرة لدي نرس الدوائر بالمقلات ونمر مباشرة لتحضير الكيك أو الفطيرة تحتاج لبيضة واحدة رشة ملح كيس من سكر الفانيلا من فئة 7 جرامات يمكنكم تعوضه بملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة نضيف 3 ملاعق كبيرة من السكر ما يعادل 60 جرام ونخلط هذه المكونات إلى أن نحصل على خليط برغوة طفيفة نضيف ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتية ما يعادل 60 مليلتر وكأس كبير من الحليب ما يعادل 150 مليلتر ونبدأ بإضافة الدقيق استخدموا دقيق حلويات ممتاز ومنخول سنحتاج لما يعادل 150 جرام نضيفه بالتدريج ونضيف كيس من البيكن بودر أو خميرة حلويات من فئة 8 جرامات وللحصول على هشاشة أكثر وأفضل سنضيف ملعقة كبيرة من الخل خل التفاح أو أي خل طعام لديكم ونصب الخليط فوق قطعة التفاح ليغمرها ويغطيها بشكل كامل الآن سنمر لمرحلة الضهي تأخذ معنا حوالي 30 دقيقة نضع المقلات فوق نار هادئة جدا يجب أن نغطي المقلات بغطاء خالي من أي ثقوب إذا كان لديكم غطاء به الثقب لتهوياء مثلي فحاولوا إغلاقه بالقليل من ورق الألومنيوم نصيحة أخرى جد مهمة إذا كان موقد الغاز لديكم صغير وكانت النار ستتركز على منطقة واحدة من المقلات فحركوها بين الحين والآخر لتطهى من جميع الجوانب وننتظر إلى أن تجف وتطهى من الأعلى كذلك كما ترون بالفيديو ثم نقوم بقلبها بالاستعانة بصحن أو أي شيء لديكم لتطهى من الجهة الثانية بهذه المرحلة ليس من الضروري تغطيتها مجددا بعد أن تصبح جاهزة نقوم بدهنها بالقليل من المربى أو العسل أو الكليكوز أو أي ملمع حلويات لديكم ونزين حسب الضوء أن اخترت زينها برقائق اللوز المحمصة يمكنكم أن تزينوا بقطع الشوكولاتة شوز الهند المكسرات أو تقوم برش سكر بودرة من الفوق تعطي منظر جميل كذلك أما بالنسبة لشكلها من الداخل فكما ترون هي حشة خفيفة جدا المكونات كما شاهدتم معي بسيطة جربوها وشاركوا معي أراءكم بالتعليقات شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء